حضر موت في واجهة الأحداث مجدداً عمليات اغتيال عديدة وإقلاق للسكينة العامة وعودة مدن المحافظة إلى مربع الفراغ الأمني وزراعة العبوات الناسفة في آخر الأحداث قتل قائد قوات التحالف في وادي حضر موت وأربعة من مرافقيه وذلك في انفجار عبوة ناسفة بمدينة شبام مصدر عسكري قال إن الانفجار استهدف دورية عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية الأولى وكان على متنها قائد قوات التحالف في وادي حضر موت العميد أبو نواف العتيبي الحادثة أسفرت أيضاً عن مقتل أربعة جنود آخرين بينهم جنديان سعوديان وآخران يمنيان فيما أصيب عشرة جنود آخرين عملية الاغتيال الأخيرة جاءت بعد يومين من قيام قوات تابعة للمنطقة العسكرية الأولى بمداهمة وكر يتحصن فيه عناصر مطلوبة أمنياً وأيضاً بعد أيام من إعلان السلطات الأمنية في المحافظة عن ضبط أحد المتهمين في اغتيال النقيب عبد الواسع العيدروس أحد ضباط المنطقة العسكرية الثانية المطالبات المجتمعية بتطبيع الوضع الأمني وحماية المحافظة من الاختراقات الأمنية لا تزال مستمرة وتحديداً بعد سحب التحالف بطاريات منظومة الباتريوت أقب انتهاء إنعقاد الجلسة الافتتاحية للبرلمان في سيئون قبل أشهر وهو ما قوبل باستهجان مجتمعي كبير تخوفات مجتمعية إذن من توسيع دائرة الفراغ الأمني في وادي وساحل حضرموت ومطالبات عديدة بحفظ أمن المحافظة وعدم إدخالها في مربع الصراعات السياسية المتعددة ترجمة نانسي قنقر